اشتركوا في القناة كل دعاء فيه ذكر حيث انه يتوجه به الى الله وليس كل ذكر فيه دعاء فقد يكون خاليا منه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والنصوص كثيرة في القرآن والسنة بالامر بالاستغفار والاكثار منه فجزاؤه جنات تجري من تحتها الانهار ويمنع عذاب الاستئصال كما قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهو سبب الخير الكثير قال تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وقد ثبت في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم مئة مرة وفي البخاري انه يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة وصيغ الاستغفار كثيرة ولكن احسنها ما رواه البخاري وهو سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة والله اعلم اشتركوا في القناة